شهد معالي الشيخ انهيان بن انبارك الانهيان وزير التسامح حفل تخريج طلاب كليات التقنية العليا على مستوى أبو ظبي والعين والضفرة والبالغ عددهم 956 خريجا من دفعة عام 2018 وذلك بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير المجمع وأطلقت الكلية تزامنا مع حفل التخريج واسم شكرا انهيان بن انبارك تكريما وتقديرا لمعاليه كونه الرئيس المؤسس لكلية التقنية العليا هذا وأدى الخريجون قسم الولاء والوفاء للوطن وقيادته والتعاهد بالعمل والإخلاص لرفعته والحفاظ على أمنه ومكتسباته ليتبع ذلك توزيع شهادة التخرج